سلام عليكم جمعنا لكم الليلة مجموعة من الحيوانات العملاقة التي لم نعتد على رؤيتها بمثل هذه الاحجام الضخمة لكن قبل المتابعة لا تكونوا بخلاء قوموا الان بدعم هذا المقطع بلايك واشتركوا بالقناة ولا تنسوا ايضا ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهيا بنا لنتابع هل رأيت من قبل عملاقا كمثل هذا الفيل الضخم ولديه انياب طويلة لدرجة ان انيابه تصل الى الارض وتتقاطع مع بعضها البعض من شدة طولها حيث بلغ طول وانيابه من مترين الى مترين ونصف كما انه ماهر بشفط سطل من المياه دفعة واحدة وبسرعة كبيرة هذا الطائر حجمه عملاق ومظهره مرعب للغاية انه نسر كوندور الانديز العملاق اكبر طائر في العالم من ناحية المسافة بين طرفي جناحيه اذ تبلغ المسافة بين طرفي الجناحين ثلاثة امتار وعشرين سنتيمترا ويصل طول قامته الى اكثر من متر ووزنهما بين خمسة وخمسين الى ستين كيلو جراما تم العثور على هذا الثعبان العملاق في احدى غابات جزيرة دومينيكا من قبل عمال تقطيع الاشجار فارادوا حمله لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب حجمه العملاق فاضطروا الى الاستعانة برافعة لحمله وكما نشاهد فحجمه ضخم وعملاق حيث بلغ طوله ستة امتار ووزنه اكثر من مائة كيلو جرام يا الهي كم هو مخيف استاد سيدون قبالة ساحل كارناتاكا الهندية سمكة مانتاراي المحيطية العملاقة التي وصل وزنها الى اكثر من سبعمائة وخمسين كيلو جراما ليضطر سيدون للاستعانة برافعة لرفعها وسحبها من الميناء الى المسطح المائي ليجلب لهم الصيد الثمين شهرة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي هذا الموض الضخم يمشي ليلا على رصيف الشارع وهو غير مبال بالسيارات المرة من امامه والتي تبدو بحجم صغير مقارنة مع حجمه العملاقة وما يثير الدهشة اكثر ان هذا الموض يعترم قانون المرور لذا فهو يسير في رصيف الشارع بدلا من الطريق يا له من موض قانوني هذا الحيوان ليس ارنبا ضخمة بل هو فأر عملاقة التقط المربي الفأر ليضعه هنا لكي يقوم بوزنه فبلغ وزنه ثلاثة عشر كيلو جراما وبعض من الجرامات فحجمه اكبر من حجم كلب صغير يا اله من اي كوكب اتى هذا الفأر العملاقة يا سبحان الله ما تراه امامك ليس حيوانا غريبا بل هو نمر ويسمى بابولو اذ يصل طوله الى ثلاثة امتار وستين سنتيمترا ويبلغ وزنه اكثر من ثلاثمائة كيلو جرام ليصبح بذلك اضخم نمر في العالم والسبب وراء ضخمة هذا النمر ابولو هو انه حيوان هجين تم تهجينه بين ذكر الاسد وانثى النمر هذا الذي ترونه امامكم ليس دايناسور بل هو تمساح عملاقة اذ يشتهر هذا التمساح بلقب الوحش كروكوزيلا لضخامة حجمه العملاقة حيث يبلغ طوله اربعة امتار وعشرين سنتيمترا ووزنه يصل الى اكثر من تسعمائة كيلو جرام ولديه فك ممتلئ بالاسنان الكبيرة الفتاكة التقط هذا الشخص مقطع فيديو لثعبان اناكوندا ضخمة وهو يقف على احد اغسان الاشجار بشكل ملتو وبمجرد النظر اليه من خلال هذه اللقطة تشعر بالقشعريرة والقليل من الخوف لحجمه العملاقة ومظهره المرعب فماذا لو كنت مكان المصور هل ستهرب ام ستلتقط له فيديو اخبرنا باجابتك في التعليقات اما عن نفسي فبتاكيد سوف اهرب اصطاد هذا الصياد المحترف سمكة عملاقة من نوع السيلور اذ يبلغ وزنها حوالي مئة وسبعة وعشرون كيلو جراما ليتم تسجيلها كاحد اكبر الاسماك التي تم استيادها من نوع سمك السيلور التقط احد الاشخاص فيديو مرعب لهذا الثعبان العملاقة وهو يقف عاليا ليتجاوز بطوله ارتفاع الاشجار يا الهي كم هو ضخم فسبحان الله ما تراه امامك ليس حصانا او مخلوقا غريبا بل هو معز عملاقة اذ حصل هذا المعز على الرقم القياسي في باكستان في مسابقة وزن الاضاحي لعام الفين وواحد وعشرين بوزن وصل الى ثلاثمائة واربعة عشر كيلو جراما هذا الذي تراه عيناك ليس طائرا غريبا بل هو خفاش عملاقة حيث التقط رجل فيديو لهذا الخفاش ذو الجسد الضخم والذي يتميز باجناحة طويلة للغاية حيث يصل طولها الى مائة واثنين وخمسين سنتيمترا والاغرب من حجمه الضخم وطول جناحيه هو حجم جهازه التنسلي الكبير قرر هذا الرجل وزوجته ان يتجولا في شوارع تيكساس بصحبة ثورهم الضخمة ذا القرون الطويلة الذي يبلغ من الوزن طنن ولم يكتفوا بالتجول فحسب بل انهم قرروا دخول المتجر رفقة ثورهم وهذا لمفاجأة موظف المتجرة فرحب بهم الجميع حتى انهم قاموا بالاقتراب من الثور والتقطوا صورا معه عاش هؤلاء الغواصون لحظة نادرة عن طريق الصدفة مع احد اسماك البحار العملاقة التي تسمى بسمكة الشمس العملاقة لتصبح احجام الغواصين امامها كلاسماك الصغيرة وعلى الرغم من مظهرها المرعب وحجمها العملاقة الذي يصل الى اكثر من الف كيلو جرام الا انها مسالمة مع البشر استاد صياد المحترف اف بيسون اكبر صيد في حياته حيث استاد سمكة عملاقة من نوع الحفش اذ وصل طولها الى ثلاثة امتار وعشرين سنتيمترا ووصل وزنها الى قرابة ماتين وخمسين كيلو جراما انظروا كيف يقوم بسحبها وبصعوبة هل سبق لكم وان رأيتم فراشة باجنحة بهذا الحجم كفراشة اطلس اتاكوث والتي تعد من اكبر الفراشات في العالم من حيث حجم الاجنحة فهي تتميز بجناحين كبيرين على جانبي جسدها الصغير بطول يصل ما بين خمسة وعشرين الى ثلاثين سنتيمترا وهي من اهم الحشرات المنتجة لخيوط الحرير الاطلسي وما يميزها اكثر لون جناحيها الجذاب فسبحان الله تعد سلالة كلاب الماصد في التبتي من اكبر واشرس الكلاب حجما وقوة حول العالم ويلقب باسد الكلاب لقوته وكثافة شعره وحجمه الضخم حيث يبلغ وزنه حوالي تسع وتسعين كيلو جراما ويتراوح طوله ما بين واحد وستين الى واحد وسبعين سنتيمترا وهو من اغلى الكلاب في العالم هل سبق لك عزيز المشاهد وان رأيت سلحفات بمثل هذا الحجم العملاقة كمثل هذه السلحفات تم التقاط مقطع فيديو عن طريق الصدفة من قبل زوار الشاطئ لهذه السلحفات الضخمة وهي تزحف ببطء شديد نحو البحيرة العملاق داريوس هو اضخم ارنب في العالم وهو شره جدا نحو طعام حيث تنفق مالكته شهريا حوالي مائتين وخمسون دولارا كنفقة لطعامه هو وزوجته وابنه حيث يصل وزنه الى اثنين وعشرين كيلو جراما وطوله مترا واثنين وثلاثين سنتيمترا ليدخول بذلك موسوعة جنس للارقام القياسية كاضخم ارنب في العالم من اكثر ما اثار دهشتي هي سلالة الدجاج البراهما العملاقة اذ تتميز باحجام ضخمة لا تصدق ويعد هذا الديك الذي ترونه امامكم من اضخم الديك وقد تم التأكد من ذلك من بين جميع سلالة الدجاج البراهما العملاقة فبالله عليكم انظروا كيف يبدو شكله اليس صادما يا الهي ما الذي اشاهده هل هذه بقرة ام فيل انظروا كيف تبدو وسط قطع الابقار صغار القام امام ضخمتها اذ بلغ ارتفاع هذه البقرة مترا واربع وتسعين سنتيمترا ووصل وزنها الى 1400 كيلو جرام ووزنها الهائل جلب لها الحظ السعيد اذ انها غير مرغوبة للشراء بسبب وزنها الضخم يستعرض هذا الرجل هذه الحشرة العملاقة والمخيفة المظهرة او كما تعرف باسم ام اربعة واربعين وهي تصحف على جسده لكن الغريب انه لم يخف منها فهل سبق لكم وان رأيتم ام اربعين واربعين بهذا طول اشتركوا في القناة